وكلما بحثت أكثر ستكتشف أن سنن أهل الجاهلية الأولى تكررت في الإسلام عن طريق رموز الجاهلية الثانية الذين استولوا على الأوضاع مع الأسف الشديد ونحن ما نزال إلى اليوم نعاني من كثير من سنن الجاهلية التي تسربت في ثقافتنا الإسلامية في عقائدنا في مورثاتنا في أفكارنا في مفاهيمنا ومع الأسف الشديد أنها في هذا الزمان الأخير لم يتوقف هذا التسريب عند حد الطائفة البكرية المبتدعة وإنما تسرب أكثر إلى أن وصل إلى طوائف من الشيعة فنشأت هنا البترية الخبيثة من جديد أو أحيت هذه الفرقة التي حاربها الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام حتى قضوا عليها وتقوم فلسفتها فكرتها الأصلية عقيدتها الأصلية تقوم على أساس التطبيع تطبيع ما بيننا وما بين المخالفين بالاعتراف برموزهم وإبداء شيء من الاحترام لهم كمعاملة بالمثل مثلا حتى تنزع الحساسية ما بيننا وبين مخالفين أي أن نتخلى عن الرفض والبراءة نتخلى عن موقفنا العداء تجاه أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه نعترف بهم ونطبع ما بيننا وبينهم إنجاز التعبير ولا مانع أن نبدي شيئا من الاحترام لهم والإجلال يبلغ بنا مبلغ أن نترضى عنهم أو نترحم عليهم أو نصفهم بشيء من الثناء هذه في حقيقتها ولعلها معلومة جديدة عند كثير منكم هذه في حقيقتها سنة من سنن الجاهلية سنة الاعتراف المتبادل سجلوها عدكم سنة الاعتراف المتبادل أهل الجاهلية كانوا على هذا كل قبيلة وكل قوم كانت لهم رموز مقدسة أصنام أو ثان آلهة ماذا كان يجري قريش بالذات التي كانت رائدة الجاهلية الأولى هذه قريش من مكرها من ذكائها سمه ما شئت كانت تعمد إلى الاعتراف المتبادل تأتي للقبيلة الكذائية التي لديها رمز مقدس صنم صنم ما فتقول نحن سنعترف بهذا الصنم وسنوقره وسنعبده بل ونأتي ونصنعه عندنا في مكة نجعله في الكعبة في المسجد الحرام شريطة أن أنتم تعترفوا اعترافا متبادلا متبادلا فتعترفوا أيضا بآلهتنا وأصنامنا الاعتراف المتبادل كان سنة أهل للجاهلية الأولى شكرا لكم